تركزوا معي كده شوية انا متحمس جدا جدا للفيديو ده وهتسمع كلام في الفيديو ده انت ماسمعتهش في اي فيديو قبل كده وغالبا ده الفيديو الوحيد اللي انا ما حضرتلوش الكنتنت بتاعه وقبل ما اطلع واتكلم معي في البداية خالص خلينا اكدلك الخبر اللي انت شفته دلوقتي في الصورة بتاعت الفيديو او لما دغطت على عنوان الفيديو ده ايوة فعلا مدرسة الكاريزمة هتكون كتاب هو في الحقيقة يعني هي مش لسه هتكون كتاب لا هو بالفعل الكتاب ده هتكتب وهينزل المعرض بتاع القاهرة الدولي لكتاب الجاي لكن الموضوع اكبر من كتب كتير يعني الفيديو ده انت هتسمع مني كلام انت عمرك ما سمعته قبل كده هنتكلم على ليه مدرسة الكاريزمة اخدت هذا الحيز الكبير وهنتكلم ايه اللي موجود جواه كتاب وايه الفرق بينه وبين الفيديوهات اللي موجودة على يوتيوب والكورس اللي دلوقتي يعتبر من البست سيلرز او من افضل الكورسات اللي الناس بتدخلها على يوديمي وفي اخر الفيديو برضو فيه حاجة سبيشيال جدا جدا ليك يعني فيه حاجة مميزة بشكل كبير لو انت مكنتش مهتم بكل الكلام ده فانا عايز اقول لك كلمة مهمة جدا في اخر الفيديو فحابب برضو انك تسمعها يعني لما دلوقتي هكتب الاسكريبت وانا بعمل الفيديو ده معاكم فاحنا نتكلم على ليه مدرسة الكاريزمة اخدت مني كل وقت ده وايه اللي موجود جهو كتاب واختلافات عن كل الحاجات اللي موجودت تانية من برنامج الزتونة هنا واخر حاجة خالص هي كلمة سبيشيال جدا لكل واحد فيكو حتى لو انت مكنتش مهتمة اصلا بفكرة مدرسة الكاريزمة فيعني نسمي كده مع بعض ويلا بينا نبتدي الحلقة دي من مدرسة الكاريزمة او من برنامج الزتونة او من اول كتاب الحمد لله هينزل لبرنامج الزتونة السلام عليكم انا مايك الراشد وانت بتشوف برنامج الزتونة هكذا بدأ برنامج الزتونة بنفس الجملة دي كل مرة في اي فيديو بنبتدي بنفس الجملة ونجاح البرنامج بالنسبة لي بقى مش ان هو في الاخر ايضا ليوصل يعني لوحد ونصف مليون مشترك لحد الفترة اللي احنا بنصور فيها الفيديو ده لا نجاح البرنامج في نوعية المتابعين كل الناس اللي موجودين هنا في البرنامج انا اشيد لهم كلهم ان هما عندهم حس ان هما يطوروا من نفسهم عايزين يكونوا احسن عندهم ممكن تكون مشكلة في حياتهم وعايزين يشتغلوا عليها وبالتالي بيسمعوا ازاي ممكن يحسنوا من نفسهم وعايز اقولك يا صديقي الجميل انا برضو معك كده ومدرست الكاريزمة لو احنا تكلمنا في الاول يعني ليه بالذات مدرست الكاريزمة فعشان برضو انا كان عندي نفس الشغف اني اطور نفسي في الجزئية دي بالذات زي ما احنا كنا نتكلمنا بلكية في البرنامج اكتر حاجة بيجي لك منها او قلم هي دي اكتر حاجة انت ممكن يكون عندك شغف كبير جدا انك تغيرها ولذلك ايام ما كنت ارجع اشوف نفسي ايام المدرسة والجامعة واشوف هذا الانسان اللي مش عارف ازاي يتعامل مع الناس ومش عارف ازاي يفرد شخصيته الحقيقة مش عارف ازاي يكون فيه او فيه محادسة بينه وبين حد تاني بحيث ان هو يقنعه بوجة نظره هذا الانسان اللي كان عنده مشاكل في الثقب النفس ولو كان حد اقل له ان انت في يوم من الايام هتطلع تتكلم قدام ناس كتيرة كده عمره ما كان هيصدق ولو حصل بعد كده ان انا حاولت اطور من نفسي وقاريت تقريبا كل الكتب اللي بتتكلم عن الكاريزما او الثقب النفس واخدت دورة تدريبية في امريكا بتتكلم على الكاريزما بالذات وكل الكلام ده فرق في شخصيتي واحساسي بنفسي كل الكلام ده في الاخر نتج عنه اني اقدر اقف اتكلم معاك وعملت حاجة زي برنامج الزتونة واكتشفت ان هذا القلم اللي انا كنت بحس به ما كنتش انا الواحد اللي بحس به ناس كتيرة جدا في العالم ده بتحس ان هي مش عارفة تتعامل مع الناس ومش عارفة تتواصل معهم مش عارفة تثبت وجهة نظرها ينقصها هذه الكاريزما لما كنت اعمل فيديو بيتكلم عن الثقب النفس لاقي ناس كتير جدا عايزة فيديوهات اكتر عليه وعليه او تفاعل عالي جدا وبالتالي ابتدأت ان انا افكر طب انا محتاج برضو اوصل لاحتياجات الناس اللي هي في الاخر طلعت نفس احتياجاتي ففضلت اطور نفسي اكتر في الكاريزما وعملت حلقات مدرسة الكاريزما وعملت الكنتنت الرائع اللي اتعمل بيه بعد كده الكورس الخاص بمدرسة الكاريزما اللي موجود عليه دمين وفي كل المراحل دي بتاعت مدرسة الكاريزما انا دايما بس مع نفس الجملتين دول انت غيرت حياتي او الكورس ده او الفيديوهات دي غيري حياتي تانية حاجة عايزين اكتر منها خد بقى النقطتين دول وضيف عليهم ان من ساعة ما بتيت اعمل كتب من خمس سنين او الاخص كتب من خمس سنين كان فيه كتب وانا مسكها كنت بحس ان انا ممكن اعمل حاجات احسن من كتب انت خلاص يعني بقى عندك مغزوم معلومات كتيرة جدا فلما بمسك اي كتاب ارى بقى عندي مغزوم من المعلومات اللي بقارن به محتوى الكتاب ده بالمعلومات اللي في دماغي ولذلك كان جوايا فكرة كده اللي هو طب نعمل كتاب يلا بينا نعمل كتاب يلا بينا نعمل اول كتاب من برنامج الزتونة هنا وكان اول كتاب لازم ينزل لازم يكون بيتكلم على اكتر حاجة مسك الناس وانا بتكلم معاهم وكان لازم يكون مدرسة الكاريزما حابب بس اختم النقطة دي وقولك ان مدرسة الكاريزما بالكورس الموجودة على يوديمي وبالفيديوهات اللي موجودة علي يوتيوب هي غيرت فيها انا الاول قبل ما اتغار فيكم انا فيها وقت كتيرة جدا كنت بتكلم مع ناس او كنت بتعامل مع ناس جديدة وكنت قعد افتكر انا كنت بقول ايه في الفيديوهات كنت بقعد افتكر الحاجات اللي درستها في الكاريزما اكاديمي في امريكا كنت بقعد افتكر حاجات كتير ولما اجي اطبقها في الاعداء او في اي مكانها موجود فيه كنت بحس بتغيير رهيب حسيت فعلا بالجملة اللي ناس كتير جدا منكم كان بتكتبها إن مدرسة الكاريزمة إن الحلقات دي غيرت حياتها وغيرت الطريقة اللي تبص بيها لنفسها طيب ده كده الجزء الأول بتاع فكرة ليه مدرسة الكاريزمة خدت كل الحيز من الاهتمام ده تاني جزء هنتكلم فيه النهاردة طب الكتاب بقى الجديد بتاع مدرسة الكاريزمة اللي هينزل يوم تلاتين ستة ده في معرض القاهرة الدولي للكتاب هيكون موجود بجوة إيه وهيكون مختلف إزاي عن الحاجات اللي موجودة أصلا في مدرسة الكاريزمة بصوا جماعة الكاريزمة هي عبارة عن مجموعة من المهارات المعقدة والمتطورة واللما تعرف تستخدمها كلها مع بعض في الآخر ينتج هذه الكاريزمة دي المعرفة النظرية ورى فكرة الكاريزمة اللي كان موجود هنا في البرنامج قبل كده هي تطبيقات عملية لإزاي في الآخر أظهر هذه الكاريزمة اللي موجودة المفروض جوايا فالكتاب واخد هذا الطابع يعني إحنا لما نتكلم مثلا على الفيديوهات بتاعة مدرسة الكاريزمة هنا على اليوتيوب هتلاقي إن الهدف منها الأساسي هو عملية البروجيكشن أو إزار الكاريزمة لما نركز على التدريبات الموجودة على الكورس الموجودة على يوديمي دي هدفها في الآخر إزهار الثقة بالنفس وإزهار الكاريزمة وإني أبنيك من جوة بتدريبات عملية بحد ده اللي خلى الكورس ده يكون كورس في الآخر ناجح ويدخله يعني حوالي 2001 تقريبا دلوقتي فبالتالي الكتاب بقى جاي يعمل إيه؟ الكتاب جاي يربط كل الكلام ده ببعضه عن طريق إنه هو يضيف معارفة نظرية وبرضو فيه شوية تدريبات عملية على كل الكلام ده بحيث إن انت يكون عندك كومبو متكامل انت عندك معارفة عن المهارات اللي انت مفوت تتعلمها عن الكاريزمة وتتعلمها إزاي وفيها شوية تدريبات وبرضو معاك الفيديوهات بتاعة اليوتيوب اللي بتساعدك إنك توظر الكاريزمة وعندك الفيديوهات الأكثر عمكا والأكثر تأثيرا واللي موجودة عليدي فكده يبقى أفلنا موضوع الكاريزمة يعني بالشكل ده يبقى موضوع الكاريزمة لو إنت عملت التلات حاجات دول أدمن لك يعني بنسبة 200% إنها يكون عندك كاريزمة ولو جينا بصينا جوا الكتاب بقى بتاع مدرسة الكاريزمة هو متقسم إزاي؟ هو متقسم خمس أجزاء أول جزء بيتكلم على إيه هي الكاريزمة وإيه هي المهارات اللي موجودة فيها تاني جزء بيتكلم على إنت مين أو إزاي أنت تتحدد نقاط القوة اللي موجودة جواك إزاي أنت تتحدد شخصيتك اللي هنبني عليها بعد كده أثقه بالنفس تالي جزء في الكتاب ده بيتكلم على طريقة التفاعل مع الآخرين إزاي بقى دلوقتي طالما أنا عندي ثقة بالنفس إزاي أتعامل مع الناس بشكل يبين الكاريزمة بتاعتي ويحفظها رابع جزء موجود في الكتاب وده جزء مهم جدا جدا ده عبارة عن مواقف حياتية إحنا بنعيشها في حياتنا بشكل كبير قوي عشان نعرف برضو فيها إزاي نتصرف بكاريزمة حاجات بقى زي وإنت في الانترفيو إزاي تبين الكاريزمة بتاعتك وإنت مثلا على المسرح وإنت بتعمل أي عرض في الشركة بتاعتك أو في الجامعة بتاعتك حاجات ليها علاقة بالفرست امبريشنز أو الانطباعات الأولية إزاي لأول مرة كده وإنت بتتعامل مع حد تسيب عنده انطباع أن إنت عندك كاريزمة وخامس بقى وآخر جزء موجود في الكتاب ده هي عوامل مساعدة للكاريزمة حاجات ليها علاقة بقى بالصوت وتدريبات الصوت وإزاي إنت ممكن تشتغل على صوتك وتاني حاجة لغة الجسد إزاي برضو ممكن تشتغل على لغة الجسد بتاعتك فبالتالي كل الكمبو الجميل ده ينتج لك في الآخر الكاريزمة وزاي ما قلت لك الكتاب برضو جواه شوية تدريبات التدريبات دي معناها إيه؟ إن فيه أجزاء في الكتاب أنت تكتبها بنفسك يعني فيه حاجات أنت محتاج أنك تتدرب عليها وتعملها وترجعها في مخك كل شوية عشان في الآخر تقدر توصل برضو لنتيجة المرجوة وزاي ما قلت لك كل بقى الكمبو الخمس حاجات الجميلة دي اللي موجودة في الكتاب كل حاجات دي يكملها بشكل أساسي جدا فكرة الكورس اللي موجودة على يوديمي ويكملها برضو الفيديوهات اللي موجودة هنا على اليوتيوب طيب الكتاب هينزل إمتى؟ الكتاب ده هينزل إن شاء الله يوم 36 أول يوم في أيام معارض قهير الدولي للكتاب جوه المعارض يدخل قاعة اسمها قاعة 2 دور على جناح اسمه بي 38 وهتلاقي الكتاب موجود هناك وأنا إن شاء الله برضو هكون موجود هناك في معارض الكتاب مش عارف هيكون أنهي يوم بالضبط لكن هقول لكم بالضبط أن هروح في أنهي يوم عشان يكون لي الشرف أني أشوفكم إن شاء الله أنا بس عايزك تكون متابعة اليوتيوب هنا عشان هنزل بوست هيكون موجود فيه أنا أروح إمتى والساعة كام؟ وتابعني برضو على الفيسبوك على الصفحة الشخصية بتاعتي وعلى صفحة برضو الزتونة وفعلا أنا أتمنى أني أشوفكم كلكم يعني أتمنى أني أشوف كل الناس اللي كانت بتتفرج بقى على الزتونة أو مدرسة الكاريزمة أتمنى أني أشوف كل الناس ولو عندك أي استفسار أو عندك أي حاجة أنت حابب تتكلم فيها في موضوع الكاريزمة تعالى وتكلم معايا وإحنا في المعرض أتمنى كده تكون الصورة وضحت عن إيه هو كتاب مدرسة الكاريزمة وإن شاء الله هبنزل بصطات برضو تشرح أكتر وهبنزل برضو شوية كوتس من الكتاب ده عشان برضو تفهم الكتاب ده رايح فاني اتجاه ثالث نقطة بقى عايز أتكلم فيها معاك النهاردة ودي ممكن النقطة اللي أنت ممكن تطلع بها باستفادة مباشرة من الفيديو ده اعتبر الكلام اللي هقوله ده هي رسالة طلعة من قلبي لأي حد عنده حلم في الدنيا ومش عارف يبتدي إزاي أو مش عارف يجري إزاي وراء الحلم بتاعه معظم الناس اللي بتتبع برنامج الزتونة عارفة القصة بتاعتي فإن أنا كنت صيدالي وسبت مجال الصيدالة علشان أكمل في برنامج على اليوتيوب ما هواش يعني كانت برنامج رائع والممتع بنسبة 100% ما هواش البرنامج اللي كان بيجيب ملايينة مشاهدات أول مبتدأ ولما حد كان بيسألني طب هل أنت طبعت الكلام ده في حياتك طب هل أنت فعلا بقى بقيت غني طب هل فعلا أنت بقى بقيت ناجح طب هل فعلا أنت بقى الكلام اللي بتقوله لنا ده ممكن يتطبع على أرض الواقع الكلام ده كلام كتب كلام نظري وبالتالي يعني كله كلام وخلاص أو كله بيمنانا بتقع إجابية وخلاص لكن مش ده اللي بيحصل في أرض الواقع متى يعني جيه الوقت اللي أرد فيه على الناس دي أنا مكنتش برد قبل كده وأحب أقول لك أن ان انت بص للتطور اللي حصل في برنامج الزتونة من ساعة ما تعمل لحد دلوقتي في خمس سنين وهتفهم بالزبط يعني إيه فكرة إن محد بيجري وراء الشغف بتاعه بغض النظر إن هو ممكن ما يكونش شايف نتيجة أو ما يكونش حتى شايف الديستنيشن أو وجهته الأخيرة فين أو المبدأة البرنامج كان استحال علي أن يفكر إني أدرس ديبلومة اللايف كوتشنج أو استحال علي أن يفكر إني أكتب كتاب فيه من الأيام أو أعمل الكورسات دي على يدمي لكن إحنا بيكون عندنا كده زي شغف بيحركنا لطريق معين وبنكون مش شايفين الطريق ده فهي وصلنا لفين لكن شايفين الجزء الأولاني بس زي عربية كده ماشية في الضلمة فالنور بتاعها كاشف بس ميت متر أنا مش عارف إيه اللي بعد الميت متر دي بس كل ميت متر بيفتح لي بعدها ميت متر وهكذا ده بالزبط اللي بيحصل في حياتنا أنا ممكن أفضل طول حياتي أقول أنا كده كده عايش في الضلمة أنا مش شايف أنا عايز أوصل لفين أنا حاسس إن الشغف بتاعي ده مش هيوصلني في أي حت أقعد بقى أشتكي وأتزمر ولما حد يجي يقول لي يا ابني أنت ممكن تعمل حاجات كويسة في حياتك لو اتبعت الحاجة اللي أنت بتحبها لو كان عندك تصميم وإرادة في الحاجة دي أتريع عن الناس دي وأقولي الناس دي مش حاسين باللي جوايا ومش حاسين باللي بيا وافضل موجود في مكاني وافضل محلك سر وفي الآخر مش أوصل لأي حاجة طبعا معاك إن مش كل الناس بتنجح علشان بس هي ابتدت إن هي تعافر في ناس الموضوع جي معاها حظ ولكن الحظ عمره ما بيجي لحد ما بيعفرش في الأساس يعني لازم أنت تكون بتعمل الحاجة بتاعتك بتجري وراها بتبذل فيها أقصى جهد عندك وممكن ساعتها الحظ يجي لك أو ما يجيش بس استحال الحظ يجي لك يعني من سما كده وإنت ماشي في الشارع مش بتعمل أي حاجة أكتر حاجة يمكن عجبتكه في مايكل راشد هو فكرة الكرير شفت إزاي واحد صيدري يشغال في شركة هي تقريبا أكبر شركة موجودة في الشرق الأوسط أو في مصر إزاي واحد شغال في الشركة الكبيرة دي يسيب كل الكلام ده ويروح ويتجه إن هو يعمل فيديوهات على اليوتيوب وهذا الكرير شفت أو التغيير ووظيفة اللي حصل هو عجبكم في الأساس عشان أنتوا برضو عندكم نفس الفكة دي في دماغكم أنتوا عايزين توصلوا لحاجات تانية ولكن مش بتعافروا فيها بس بتستمتعوا لما تشوفوا حد تاني قدر يعمل حاجة زي اللي أنتوا عايزينها فاللي عايزة أقول لك دلوقتي بعد خمس سنين من برنامج الزتونة وبعد ما وصلنا للمكانة الحمد لله اللي إحنا موجودين فيها دي عايزة أقول لك برضو لو أنت جواك حلم وإنت ما سعيدش وراء ما حاولتش إنك تنط وتقفز على هذا الحلم فدي مسئوليتك ما حدش قالك سيب الحاجة اللي في إيديك أو سيب وظيفتك وروح إجري وراء الشغف بتاعك وخلاص لأ بس حاول إنك تعمل الشغف بتاعك ده جنب الوظيفة بتاعتك ما تستسلمش الفكرة إن محدش بيوصل وما تستسلمش الفكرة إن الناس اللي وصلت وصلت من زمان أو ما تستسلمش الفكرة إن عشان أوصل لازم يكون عندي شوية حاجات تساعدني إن أنا أوصل وإن أنا إمكانياتي ما تسمحش بكده دي كلها بنسميها أو الأفكار اللي بتشديني لتحت ده على فكرة برضو موجود جواه الكتاب بأمانة بأمانة أنا فعلا بشكركم كلكم واحد واحد واللي بيفضل دايما يتوسم الخير في الميت متر الجاية هو ده في الآخر الإنسان اللي بيوصل وعامتا يعني أنا لسه مصلتش لأي حاجة أنا لسه عندي أحلام كتيرة جدا لسه متحققتش لكن الفيديو ده أنا عامله يعني بمثابة تشيك بوينت كده في النص يعني دلوقتي إحنا وصلنا لمرحلة النازل لأول كتاب فده تشيك بوينت لازم نعلم عنده كده ونقول في حاجة هنا حصلت مختلفة في حاجة هنا حصلت خطوة كبيرة هنكمل عليها ونصل لخطوات أعلى إن شاء الله أفكرك بس في الآخر إنك تعملي فلو على الأكاونتات الشخصية بتاعتي اللي موجودها تحت في ديسكريبشن عشان أول ما أروح المعرض وأبلكم كده يعني إن أروح المعرض اليوم الفلاني ألاقيكم كلكم وأتشرف وجودكم وأجاوب على كل أسئلتكم ونقعد ونتصور كلنا مع بعض شكرا بجد ليكم وأشوفكم بعد أخير الحلقة الجاية أو في المعرض إن شاء الله كان معكم مايكل راشد برنامج الزتونة